من عنوى النشر إلى تفاصيلها والبداية من ناحية يثرب فبحضور النائبين الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن والدكتورة هند محمد صالح نقش محافظ صلاح الدين إسماعيل إخذر الهلوب خلال ترأسه اجتماعا موسعا لشيوخ ووجهاء عشائر البحشمة بناحية يثرب التابعة لقضاء بلد عددا من المطالب التي تقدموا بها لتحسين مستوى الخدمات وتمثلت بتطوير المؤسسات التعليمية في قطاعات الصحة والماء والكهرباء والطرق وتأمين منحة الأسر العائدة من النزوح وملف التعويضات وأكد أبو مازن خلال حديث حرص ممثلي المحافظة بمجلس النواب على تذليل العقبات والوقوف على احتياجات أهلها في صلاح الدين والعمل على دعم حكومة المحافظة بغية تحسين مستوى الخدمات في وحداتها الإدارية من دون تمييز ووفق الاستحقاق وشدد المحافظ على أهمية الخطوات الواثقة للمرحلة القادمة والعمل بجهد وتفان من خلال وضع الخطط المدروسة لتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع المهمة التي يحتاج إليها المواطن مضيفا إنه سيعمل على دراسة المطالب ومتابعة احتياجات أهل ناحية يثرب وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقييم واقع الخدمة فيها وإنصاف المناطق التي شهدت عودة النازحين إليها حضر المؤتمر اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد والمهندس محمد محمود معاونة المحافظ لشؤون الخدمات وأمجد طلمس مدير عام تربية ورؤساء الوحدات الإدارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر